قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع وهو روح الصلاة ولبها فعلى قدر حضور القلب يكون تحصيل الأجر قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها والخشوع عند الفقهاء سنة مؤكدة قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة وغض البصر عما يلهي وكراهة الالتفات في الصلاة وعليه فإن حديث النفس والتفات القلب والوسوسة كلها تنافي الخشوع لكنها لا تبطل الصلاة ولكن تنقصها فعلى المسلم أن يحسن الوقوف بين يدي الله تعالى مستحضرا عظمته وما يجب له من الخشوع والإنابة والإخبات ومن الوسائل المعينة على حضور القلب في الصلاة اعتياد انتظار الصلاة والاستعداد والتهيؤ لها استحضار عظمة الله تعالى حال الوقوف بين يديه تذكر الموت وملاقات الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع إزالة ما يشغل ويشوش على المصلي من مكان الصلاة النظر إلى موضع السجود عدم الالتفات لا بالقلب ولا بالوجه الصلاة إلى سترة ودنو منها فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ترتيل القرآن وتحسين الصوت به وتدبر ما يتلوه من الآيات قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وبالك الدهر كله ترجمة نانسي قنقر